لكن فكرة التنشئة نفسها أنا عايزة أبدأ من الصفر أنا معايا طفل صغير أو طفلة صغيرة وسن مبكر وعايزة أحط فيهم قيم يطلعوا بيها عشان يوصلوا للمرحلة دي صحيح أعمل إيه؟ يقولوا من زمان وينشأ ناشئ الفتياني منا على ما كان عوده أبوه الطفل إذا لم تتعهده من البداية من نعومة أظفاره بالتربية والتعليم والتمرين مش هتقدر تسيطر عليه وهو ابن عشرين سنة وهو ابن سبعتاشر سنة وهو ابن ثلاثين سنة والناس تشكي ما بيصليش ما بيعملش ما بيسويش ما كذا إذن تنشئة أولها أن ينشأ الطفل في بيت يعرفه معنى الحب وبيت سكن زي ما ربنا يقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنة ولما نسأل بتوع اللغة يعني إيه جعلة؟ يقولوا سيارة يعني إيه سيارة؟ يعني البيت قبل الزواج ما كانش سكن لما تجوزت بقى سكن الطفل اللي هينشأ في بيت هو سكن هيكون معد إعداد سليم جدا أنه يواجه المجتمع ويكون إيجابي في المجتمع سيدنا ابن عباس يقول بيت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في نصف الليل فتوضأ من شن إربة معلقة وقام فصلى ركعتين فوقفت عن يساره فجذبني عن يمينه وصلى جذبت النبي عليه الصلاة والسلام من اليسار إلى اليمين لسيدنا ابن عباس ويصلي تعليم أمرها مطروح من ذهنه لما يقول له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك ده تعليم رفيق وكان سيدنا ابن عباس نفسه يقول كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية النمل الابن اللي انت طول النهار تدي له تعليقات وتقول له اعمل وتقول له سوي مش هيستجيب ده على أيسر الأحوال لكن هو في المقابل يعند معك طيب فرد بينسى مثلا جميل الإنسان وهو يقول ما سمي الإنسان إنسانا إلا ننسيانه وهو الإنسان كلنا بننسى كبار وصغار لكن كيف سألوا محمد سيدنا محمد بن إسماعيل البخاري قالوا له كيف تحفظ الحديث دي كلها حفظتها ازاي وبعدين تبص في الصفحة تحفظها وكذا قال إدمان ونظري في الكتب فاللي بينسى ندمن توجيهه بس ندمن توجيهه ازاي مرة بالقول مرة بالفعل مرة بالتذكير ربنا سبحانه وتعالى يقول وذكر إن نفعت الزكرة وإن هنا بمعنى قد مش شرطية يعني مش لو نفعت الزكرة ذكر فذكر قد نفعت الزكرة يبقى التذكير المستمر والتذكير الدائم والتوجيه ما تقتضى الموقف إليه هم تمنى الحقيقة بيشوفوا الأب والأم بيبقوا ازاي هو فيه جزء تقليد نعم يعني لو السلوك قائم على الاستقامة صحيح هنا هنا يجي دور القدوة هنا والقدوة العملية أكثر تأثيرا وفاعلية من القدوة بالكلام هو الكلام الحقيقة سهل لكل الناس لكن أنا لما أقول لإبني عمك بيتصل قوله بابا مش موجود ما تجيش بعد كده تقوله لأ الصدق وعليك بالصدق طبعا أنت لسه قيل لي ولذلك قالوا لا تنهى عن خلق وتأتي يا مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه ما تقوليش ما تعملش وانت بتعمل إذن القدوة عند الأب وعند الأم في السلوك وفي العمل هي الأساس لأن ابني لما يشوفني بتحدث بصدق بقالين في القول وأدي الأمانة هو مش محتاج أن نقوله هو شايف النداء الطبيعي هو شايف النداء الأساسي اللي عندي ما عداه استثناء واستثناء باطل فبالتالي هو مش مقبل عليه هو له اللي قدامه في إحدى حتى وإحنا لازم نبقى مطلعين على ثقافات العالم في إحدى الروايات لتشارلز ديكنز هارد تايمز وهو بيحكي عن شخصية جامدة جدا مدير مدرسة وبيعلمهم الصرامة وبيعلمهم كذا كان له تلميذ نجيب قوي وشرب منه كل حاجة فابن الراجل المدير ده في آخر الرواية المفروض أنهم يقبضوا عليه وياخدوه فمين اللي مسكوا عشان يقبضوا عليه ابن تلميذ ده فالمدير بيقوله ارحمه فبصره باستراب قاله انت معلم تنيش الكلمة دي أنا ما عرفش إيه ده لكن الصحابة لما يقودوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوجه وهو يعلم برفق وهو يستأذن الصبي الصغير في أنه يديه الراجل الكبير اللي على شماله ما بقي من الماء الذي يشاربه والطفل الصغير ما يأذنش فالنبي يديله ده بيعلمني أني مش بس بوجه ده أنا بوجه وانا صادق هو النبي لما استأذن الطفل وقال له اللي على شماله ده راجل كبير وانت اللي علمين فانت أولى ممكن أديله الولد قال لا لما قال لا النبي قال له تفضل يبقى إذن استئذانه كان حقيقيا كان صادقا الطفل ده لما ينشأ ينشأ على إيه ده ينشأ بشخصية قوية جدا ده ينشأ زي سيدنا أسامة بن زيد وهو على رأس جيش كبير من ضمنه سيدنا عمر بن الخطاب وهو عام 16-17 سنة وكان ذلك في وفاته صلى الله عليه وسلم